السنة الجاية 2018 يبقى مر بالتمام والكمال 30 سنة على حصول نجيب محفوظ على جايزة نوبل للأداب على حصول مصر على جايزة نوبل للأداب وده رقم لازم مش بس وزارة الثقافة في مصر وزارات الثقافة في العالم العربي كله لازم تقف عنده لازم تقف عنده انتباه لازم تقف عنده احترام لازم تقف عنده احياء لهذه اللحظة المهمة والفارقة في تاريخ الأدب الحديث في الدنيا كلها كنت بتفرج على برنامج ساخر في احدى القنوات العربية والحقيقة هو بيتكلم على جهل المواطنين العرب اخذوا صورة نجيب محفوظ ولفوا بيها في المولات مش في مصر كان في احدى الدول العربية ويسألوا المرة تارف مين ده تارف مين ده يعني مثلا سألوا خمسة وعشرين واحد ولا واحد عارف صورة نجيب اللي قال ده شكله ينفع دكتور واحد يقول والله ده شبه المدرس المصري اللي كان بيدرسني زمان وانا صغير واحد قال يمكن يكون مهندس كل واحد قاعد يتخيل حاجات كتيرة الا انه الشخصية التي اهدت العالم العربي بكتاباتها نوبل في الأداب اللي محدش اخدها بعد المشهد اللي انا شفته انا عارفة انه البرنامج اللي كان بيارده ما كانش قصده انه يسيء لنجيب محفوظ بالعكسة وبيتكلم على جاهل الشعوب العربية انما خليني اتكلم من زاوية تانية لا يليق انه بعد تلاتين سنة ما يبقاش فيه اعادة توكيد تأكيد اعادة البصمة اللي يستحقها هذا الكاتب وادب السنة الجاية 2018 لازم تكون سنة نجيب محفوظ في العالم العربي كله انا مش بخاطب بس استاذ حلم النمنا وزير الثقافة انا بخاطب كل وزراء الثقافة العرب من المحيط الى الخليج لازم يتذكروا هذه المكانة التي اهداها لنا نجيب محفوظ الاجيال اللي قردت الادب ده اللغات اللي اترجمت لها الروايات دي الجائزة التي اعادت الاعتبار لادب رصيم عميق مهم محترم يوازي بل يضاهي اداب في دول تانية اخرى وروايات في دول تانية اخرى فليكن 2018 هو عام نجيب محفوظ عام مش بس يبقى فيه فعاليات في العالم العربي انما كمان عام يتم افتتاح متحف نجيب محفوظ عام يتم اعادة تدريس بعض من كتابات نجيب محفوظ ما ينفعش في مصر عندنا منقولة بتدريل تالت السنوية ما فيش الطالب بيعاد ما بيقراش سطرين لنجيب محفوظ يعني يالا العار ليه عشان ايه ده ادب ده العيال بيدرسوا ادب شكسبير دول بيدرسوا وليام ياتس بيدرسوا ماركيز بيدرسوا كل الكتاب ده في بعض الدول بتاخد مقتطفات من كتاب صغار فليكن العام القادم هو عام نجيب محفوظ